اشتركوا في القناة في وصفة اليوم عبارة عن مرحلتين تابعوني اخواتي مع المرحلة الاولى مكونات المرحلة الاولى عبارة عن الارز الارز العادي الارز المحلبي في الجزائر في الدول العربية لنعمل به البصمة والبرياني الارز العادي اشتريه مطحون من عند العدار او اطعانيه بنفسك في البيت تأخذي مثلا هكذا الارز مبيض طبيعي يعمل على توحيد اللون ويزيل مظاهر الشخوخة في الجسم والبشرة استعمله لليدين رح يزحلك مظاهر الشخوخة ويعطيك شباب لليدين ومنظر جميل وانيق نضيف له كذلك ملعقة كبيرة منه ماء الورد هكذا ماء الورد بهذه الطريقة هذي نضيف له كذلك ماء دافي دافي يكون يعني ليس بارد نغطيه اليدين معا طبعا اتركه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك ازيله امسحوها دون ان تغسلوها يعني دون الغسل هكذا امسحوها وتركوها اما المسك الموالي استعمله يوميا لمدة اسبوع كامل وبعد ذلك استعمله مرتين فقط في الاسبوع يعطيك نتيجة ممتازة تبعوني اخواتي مع المكونات المكون الاول هو العدس الاحمر المطحون هذا وليما يتوفرش عندها العدس الاحمر تستعمل احد الوصفات لتسمين اليدين هي في قناتي المكون الثاني هو خميرة الخبز اللي نعمل بها المخبوزات الخبز نضيف لها كذلك ملعقة منه الارز المطحون اشتري حبوب وطحاني او اشتريه مطحون من عند العطار نخلط المكونات جيدا هكذا ملعقة من الزبادية غرط طبيعي ونضيف لها كذلك زيت الزيتون طريقة لاستعمال تخضي الكمية هكذا تضيعها على اليدين حتى على يعني اللام هكذا ادهانيها على اليدين هكذا بالطريقة هكذا حتى على الجهة الامامية هكذا ثم غطيها هكذا بمنديل ورقي لكي تجف بهذه الطريقة ازيلي المنديل الورقي وابدأي في عمل تقشير نعملي تقشير لليدين وهذا المسك طبعا للساقين كذلك هذا الروتين يعني تبييض هو ازالة التجاعد من اليدين وتسمينها وكذلك الساقين الاقدام يعني ثم اغسلي هكذا هكذا اغسلي بهذه الطريقة يديك جيدا ثم امسكي نصف حبة ليمون هكذا وابدأي تعملي تقشير بهذه الطريقة يعني هكذا نعملي فرق دائري لليدين بهذه الساقين والرجلين لازالة السواد والاسمرار وكذلك لإعطاء شباب دائم للجلد بهذه الطريقة فرق دائري بالليمون جيدا نعود لكم بعد اللحظات نستعمل الآن الترطيب اخواتي الترطيب يعني تدليك ليلي بزيت الزيتون يعني ضروري تكون هكذا زيت الزيتون هكذا تعملي دهني يعني تدليك لليدين رائع بهذه الطريقة مساج وللساقين وللرجلين كذلك الاقدام هكذا ولا تنشي فيها تركيها هكذا يعني زيوت تتشربها البشرة وحتى في الاقدام كذلك اتركيها بزيت الزيتون رح تعطيك يعني ايادي ناعمة شابة تعطيها منظر شباب دائم وكذلك نصيحتي اخواتي عندما تستعملون اي مادة كلور او في الغسيل او هكذا يستعملون القفازات نتمنى تكون اعجبكم هذا الروتين استعملوه لأيديكم واقدامكم وسيقانكم يعطيكم شباب يعطيكم يعني بشرة شابة رائعة وبياض ناصع وتلميع يعني اضربوا خمس عصفير بحجر واحد حتى العروق يعني نقصها لكم هذه العروق هذه تنقص كذلك نتمنى ان شاء الله يكون اعجبكم هذا الروتين دوموا عليه اسبوع وبعد ذلك مرتين في الاسبوع اذا اول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها نشكركم حبيباتي على الدعم ونشكركم على الثقة نشكركم على الانضمام الى قناتي وان شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم شكرا بزا بزا فو الى اللقاء